دلوقتي خلينا نروح لملف الحقيقة يهمنا كلنا وكلنا بنتمنى ان احنا نشوف شوارع القاهرة مكان شوارع مصر كلها نظيفة يعني فيه دلوقتي خطة جادة الحقيقة في هذا الملف ومحافظة القاهرة رسمة خطة للنهوض بالمظهر الحضاري للعاصمة والتخلص من المقالب العشوائية اللي موجودة من سنين طويلة المحافظة حددت عدد من الاماكن بالفعل اللي فيها مخلفات واللي هيتم نقلها للمقالب العمومية بالسلام وابو زعبل و15 مايو ضمن خطة النهوض بالمظهر الحضاري للعاصمة والتخلص من المقالب العشوائية حددت محافظة القاهرة مناطق مخلفات الهدم المتراكمة منذ سنوات ووضعت خطة مشتركة بين هيئة النظافة والتجميل وشركة النظافة لرفعها تدريجياً ونقلها للمقالب العمومية بالسلام وابو زعبل و15 مايو الخطة تستهدف تجشين حملات مشتركة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة والشركة المسؤولة عن النظافة لرفع تراكمات ومخلفات البناء بعدة مناطق بالقاهرة حتى الحدود مع محافظة القليوبية تشمل مناطق شرق القاهرة خزان أسبيكو وخلف المطحن وخلف المستشفى وخلف نادي السلام وسوق النيل وبجوار مركز الشباب بحي السلام والرشاح البلبيسي ونهاية محمد نجيب وشارع محمد يحيى في حي المرج أيضاً تضمنت مناطق الخيالة ومساكن شرة بحي النزهة وفي حي مدينة نصر شرق مناطق محور محمد علي فهمي محور شينزو أبي المنطقة التاسعة خلف كارجاز والطوب الرملي وسقر قريش وشارع الميثاق وبجوار أرض جمعة عين شمس وكبر الفطيم وشارع الساقة وفي حي غرب مدينة نصر محور جهان السادات بجوار المنولة الجديدة وكذلك تم تحديد مناطق بالمنطقة الغربية والجنوبية منها مساكن الإيواء بمنشأة ناصر ومساكن زنهم بالسيدة زينب ومناطق بالسيدة زينب وأخرى بحلوان والمعصرة